مبارح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كان بيتفقد أعمال التطوير اللي كانت بتتم فيه القطاع الجنوبي وتابع كمان سير العمل ومعدلات الإنجاز اللي تمت حتى الآن في هذا المشروع خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اللي معنا دلوقتي عبر التليفون صباح الخير عليك يا فندم أهلا سهلا فندم أهلا بيك يا أهلا بسيادتك وصلنا لفن يا فندم فيه أعمال التطوير اللي بتتم في المجرى الجنوبي لقناة السويس والله إحنا الحمد لله ماشيين بمعدلات بتفوق اللي إحنا كنا بخططينه إن شاء الله المعادة بتاعنا إحنا 24 شهر اللي سابق عليه ولمسانة الرئيس يخلصه في شهر يوليو إن شاء الله 23 السنة الجاية إحنا الفاطر الأوانية طاقة اللي بنجهز الموقع اللي فيه حاجة كتير حاجة على البر حالاتها البسية وتكسيات وستائر كل ده قد دخل من الوقت لكن إحنا عاقاتا يعني لو بسيت إحنا عدلك المشروع بتاعنا بكسر جزئين كسر من كيلو 122 لكيلو 132 ترتيب وقناة وده ده ده واجه هذا فيه قناتين إحنا معدل الإنجاز بتاع 15% بالنسبة للتكريك يعني خلصنا حوالي 9 مليون روص متر وكعف المكان نواني فيه كاراكتين موجودين بيشتغل فيه لكن الركب ده مزبوط وإحنا يعني رغم من الوقت كبير لكن نحن التجيز يأخذ مننا وقت كبير برضو بقى جزء التاني اللي هو كيلو 132 لكيلو 162 إحنا براغة الكميات التكريك يعني فيه ثلاثة ونصف مليون متر بكعف أنجزنا دولة 40% من التاكسيات حولينا القناة يعني كل حسة بتوتوا توسع بتقول لها تاكسيات اشتبستها وترجعشت للتنهار تاني وخلصنا 90% من تجهيز أحواض الترسيل يعني إحنا مشينا الحمد لله كويس وفيه هنا فيه خمس كركات شغالين الحمد لله كل فترة كل شعر تلاقي فيه واحدة بتزيد فأنا بدأت تتابع أكتر فترات نصفات أرهيبة بين النهور يعني شنتأكد نحن بنعمل فتراتات المضبوطة سعدت الفريق يعني صباح الخير على حضرتك وعايز أسألك عن الكركات اللي شغالة في التطوير في قناة السويس إيه هي يا أسامي الكركات الناس يعني بقيت مهتمة أنها تسمع وتعرف أكتر وهلا هيتم زيارة أعدادها ها هو فعلا نحن طبع عندنا في الجزء اللي هو الجنوبي في عندنا الكركات صديق ومهابنا ميشو في سنة طاوي في الجزء اللي هو الثلاثين كيلوية تحت وفي الجزء اللي هو بتاعة توسيع فيه كركتين المرفع والحمرى دول الشغالين فيه حول ذاتي خمس كركات الشهر ده إن شاء الله على آخر الشهر هي فيه كركتين كمان ينضافوا والشهر ستة حيزا فيه كمان كركتين يعني إحنا حيزا المعدلات تزيد تبقى بإحتاجنا لنهاء البرنامج في توقيته يعني وكلها كركات مصرية سعاد الفريق كلها مصرية عادة يعني برضو احنا نقول اللي هي شركة تحدي دي شركة مشتركة ما بين قناة السويس وبين جرفات الأماراتية فيه شركة بيننا بنزل 51-59% شركة تحدي شركة مصرية وبالتالي هم نشغالين معنا وبيت كركة كلها مصرية ندخلاش حد منبر الهيئة أو الشركات الهيئة شركة تحدي دي ستبع شركة قناة المؤاني اللي هي البرنامج في السويس مع شركة الجرفات الأماراتية عظيم احنا شغالين كمان على تجهيز أحواض للترسيب فعلا ناتج التكريك اللي انت بطلعها من المياه اللي هو المحب العالميات اللي هنطلعها 9 مليون رص وطلعها 3 مليون رص ينطلعها حوالي الوقت 13 مليون متر مكعب هي روح فين الرمل دول ناتج دي روح فين في الروح في أحواض الترسيب تتجهز في البر تتزبط قام لها جوانب وحوالاتهم تتعمق ويترمي فيها نواتج التكريك فدي مهمة جدا نحن خلصنا منها حوالي تشويك في المياه نحن خلصنا منين هي موضوع الأحواض بحسن مجازين كل ده نفتح شغل للقراكات عشان تشتغل أكتر يعني أسرع ولما نزود القراكات عنده الأحوال الترسيب جاهزة والأماكن للعمل جاهزة سعادة الفريقة عايزين نفهم الناس أهمية عملية التطوير اللي بتحصل ده في القناة وانعكستها على قناة السويس السؤال المهم طبعا هو ليه أهمية كبيرة قوي يعني زي ما ينكر إحنا عملنا ما عملنا قناة السويس الجديدة والناس كانت قالت إيه أهمية قناة السويس الجديدة نحن صرف فروس فيها نحن الوقت اللي إحنا خير اللي إحنا موجودة فيه والمجالغ اللي إحنا حصلناها خلال سنة 21 وعدد السفن اللي حصل عشرين الف وستمائة سفينة السنة الفاتت كل دول لو لقناة السويس الجديدة ما كناش قادرين إن احنا نعمل الكلام بذلوقتي برضو اللي بيحصل دولاتي في الجنوب هو ليه أهمية كبيرة برضو لأنه دولاتي جزء الجنوبي ده اللي 40 تيلو ده يمكن محصلتش في تصوير الجزء ده مفيوش الدول خالص هو دي ممكن اللي حصلت فيه حتى كلام بعد إفر جيبن نحن بصين إن احنا لازم نحسن فيه لأنه فيه أشاكل كتير فيه أشاكل من الطيار بيبقى كبير جدا على المركب وإلى دخلة من مؤخر فيه أشاكل من حرافات فيه أو الدورانات فيه حدة جدا أصر على المركب فكان الحل بالحساب ومن معدلات يعني والشغل المشتغل على البحاكي إن احنا نعمل أولاً ازدواج في الوحايرات المرة الصغرى في العشرة كيلو الأونين الازدواج دول يعني بقى عدنا قناتين كمان بطول عشرة كيلو تضافوا ليه القناة السويس بيها ده حيزود عدد سفن اللي تبقى جوه تدخل جوه المجرة ست سفن لأننا محتاجين دوان عشان ما نزودش على ساعات الانتظار أو ساعات العبور متعد السفن إن عدد سفن دهاتي بقى زيد دهاتي بقى عدد عندنا من ستين لخمس ستين سفينة في اليوم كان قبل كده خمسة أربعين خمسين سفينة فبقى هنا نحتاجين عدد سفن أكثر تلاتين كيلو التانيين اللي بحصل فيه بقى عملية التوسيع عربعين كيلو أربعين متر اللي جاءت شر وطعميك من ستة ستين أدم بلتين وسبعين أدم ده كل ده حيقلل بقى تأثير الطيار على الدفعة على السفينة ويقلل وقت العبور كمان وقت العبور يقلل تأثير كمان للحرافات الجد الحد أو في الكرد اللي هو اللي حيبناع لفهم الجزء ده والبحارة حيشعره أو الأباطين المراكب حيشعره إن الموضوع يعني في الجزء ده تحسن بعد ما كان صعب جميل بجانب ما يحدث فيه البحيرات الصغرى وما يحدث فيه القطاع الجنوبي هل بشكل عام بنقوم بعمليات تكريك في جوانب القناة؟ آه طبعا يعني موضوع التطوير القناة ده والمحافظة على على الأعمار بتاعتها اللي هي 66 أدم من ساعة ما استحنا كنسيس جديدة عملنا كل الأعماق الجديدة وكل قديمة 66 أدم ده دايما بل خلينا دايما بنعمل عملية مسح الأول الماكن بالترتيب متى ونلاقي أدوال يعني وبنتطمن إن الأعماق فيها 66 أدم اللي هي قال نتيجة طبعا الانحيارات اللي على الجنبين ونتيجة التحرك السفن والممطير بتاعتها والمكرام بتاعتها والرفصات في بعض الأجزاء فيها بتقل فعلا فبنعمل لها على طول مسح أو التطريق يعني عشان رجحها تاني للسلطة عظيم سعادة الفريعية سأل حضرتك عن المشاركين والأطقم العاملة في مسألة التطوير وأنه حضرتك دائما بنشوف ده على تواصل دائم معاهم الناس بتشتغل بحماس يمكن ما كناش بنشوفه قبل كده في مشاريع وخصوصا مشروع مهم زي قناة السويس نعم فممكن أعجنوا لبدو من السلطة الرئيس ممكن أرسل المجادة بأن نحن لازم تواجدين مع الناس الشغالة هو نفس بمر يعني عطونا وجه تابع المشاريع فإحنا بنتابع برضه الموضوع ده على فكرة بيرفع مروح المعنوية جدا مع الناس ويكتل لي تأثير قوي كبير في حاجة ever given أنا كنت متواجد معهم يعني يعني توجدي ما كانش لي يعني يعني الشغل أساسي فعلا لكن أنا تواجد معهم بس لكي نرفع روح المعنوية نسبة على المهم العمل النفسي طبعا أو المطمئنين على الشغل اللي بيتم اللي بيتم فعلا وباخد قرارات يعني بيسعيد بعزين يأخذ قراري وبيعي يتخذ وقتها على طول ونستناش فتواجد الواحد مع الناس أو البرفة روح المعنوية زي ما قلت ها بيك بيسعيدهم إنهم يمطمئنين إن إحنا موجودين قرار بيتناخذ سعيدها بياخد وقت كبير عشان نعدل فيها عظيم كل أعمال التطوير من هدفها هو زيادة عدد السفن اللي بتمر من قناة سويس داخل نسأل حضرتك عن العدد اللي مر من قناة سويس الشهر اللي فات مقارنة من شهر فبراير من العام الماضي وحتى الآن الكام يوم من شهر مارس شوف إحنا الحمد لله الشهور يعني من أول 21 التجارة العامية عاشت الحمد لله يمكن قلت أنا من السنة دي كلها 21 من يناير يعني السنة البددية من يناير 21 غاية 31 نسمبر 21 عدنا عدنا 2646 دي كان رقم طبعا بيتجاوز بكتير جدا كل السنين السابقة يعني كان بزيادة حوالي 15 في المية تعليم برضو العائق بالدولار كان 6 مليون دولار 32 وده برضو بتجاوز كل الأرقام اللي كانت سابقة في السنين السابقة اللي في المهار في القناة وده برضو بيعدي 12 في المية تعليم عن 11.5 في المية عن قبل برضو الحمولات نفس الموضوع عاديين 2 مليار 270 مليون صن برضو كل ده فبراير نفس الموضوع سابقين بكتير جدا السنوات السابقة في هذا الشهر نحن دايما بنقرر يناير في يناير وفبراير وفبراير وسنة بسنة بستة شهور بستة شهور عشان نتطمن على التراك الحمد لله برضو فبراير زي ما حدها بتقول إحنا برضو عادل سفن زايد بنسبة تقريبا 7 في المية 8 في المية العائق بالدولار زايد 12 في المية وده يأكد إنه وإحنا شغالين في مسألة التطوير المجرى الملاحي في قناة السويس لا يؤثر على الحركة الملاحية في قناة السويس تمام حضرتك ممكن برضو دي من ضل الحواق اللي طولت المدة نظرون احنا من 24 ساعة وما كنا عرضنا على ساتة رئيس من هذا احنا مش هنقفل القناة أو حنقل حتى ستاعات ولا حنقل العدل سفن نشتغل بالتواس عظيم الفريق أسامة ربيئة رئيس هيئة قناة السويس بنشكر حضرتك يا مندم شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا